كالتائه الضائع كالساعي وراء الحياة هكذا أنت أيها العراقي اليوم بعد كل طعانات الخراب وضرب الإرهاب وفساد السياسة يأتيك كورونا على شكل مؤامرة تحيقها أصابع الطامعين لتعبث في أنفاسك وكل العراقيين لكن ما باليد حيلة لكن لأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة يصنع العراقي بديلا عن الطب خلطة أعشاب للمواجهة من ضمن هذا يرى أكثر الناس يأتيون بعدما نشرت الصفحات التواصل الاجتماعي بأن الحرمل والحبة السودة والباب النق والينسون إذا ممكن أن يوقع من هذا المرض بدأت العالم تأخذ ونشوف هالأيام العالم بكثرة تتداول هذه الأشياء الاستيراد ما لهم يكون أغلب الموجود بالصيدليات يعني ليس مثل الصيدليات بقية الدول حاليا لأن عندنا تجار يستوردهم من هذه الحالة فطب العشاب طبيعي ما بي تأثير جانبي عسل أسود أو أبيض عسل ممزوج بالحب والخوف على البلاد والعباد يحيي العراقي اليوم تاريخ العطارين علاج قد يقتل كورونا بأرضه بدلا من حماية صحية منتظرة العالم قامت خاف فالعالم خاصة أن الصحة ما صحة يعني ما مفر شيء ويخاف الإنسان دي يخاف وسه حتى الدول من دي يخذ دي يخاف يعني سأقول صديقي صيدنا أنا خطيئ يقول كمامات إحنا نجيبها بخمسمية هسه عرضي الوحدة بخمس سالة فعصا يا رب الله عندنا الصحة بالعراق على العموم العراق نقول فاشلة زين لنتشوف المستشفيات ما بيها لا علاج وما بيها يعني دام صحية للمريض وبالنسبة لنتشوف الصيدليات ارتفعت الأزعار مع الكمامات لست في زمن العصور الوسطى إنما هذا العراق وطن كالمكلوم لعل العطار يصلح ما أفسده ساسة الدار وخبث الجار اشتركوا في القناة